يا أبو صخر ذكاتك بر بطريعك لعند رئيس المخفر وإنه يبعث شي كم شرطي اللي عندي عالبيت يجيبو لي التختي والفرشة والانخدة تبعي وشو رأيك يبعثولك الراديو والتلفزيون كمان يا ريب وشو رأيك يجيبو لك البراد والشوفاش كمان وشو رأيك كمان يبعثولك صانع تفرقلك رجلين ولا وينا اطلوب من هون يطالعوك من هون ويحبسوك ببيتك يا ريب على كل هالطريقة نجحت ببلاد كثيرة خلطنا عب صخر ان شاء الله راح تسمعلو لك هادا واحد مقاء وقايز حالو بالخيط يلا اطلعوك اول بالك اول يا صخر يا ريب 80 حبس عواضي وبعطي عد ما بده لا ياللي بده يعتدي على بنات الناس لازم يتحمل وجع الرأس ايوا خلطوا لا ايه امان رو الله معك بصخر لا معك بصخر او لا خشلني محامي لا تنسى ولا تنسى تنروحو الناس ام هولين شباب نضولي محل مشان الرجع اهلين هتوحشولي كثيرة 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 خلطوا بنا بصخر ان اروا ايه إسانا بصخر او الا بصخر لا تنسى المكتوب او اللي حالك بصخر او اللي بصخر او معك ايه سيدي نضيف الأووش ومسها عليك اليوم برجينا همتك لشوف انا لا بعرف نظاف ولا بعرف انصح سوت بدك تمسح وتنظف ورجلك فقراتك فهمتوا لا شو هالنص نصف لا مسح طيبة يلي بيمسح وبينظف عواضي بعطيه عشر ليرة